لكن الخطة بمناسبة ميدو ميدو لما سئل عن احتراف محمود علاء وانتقاله لأي نادي نشوفه أليه محمود علاء كان لقاءه معاه قال أنا بالفعل قريب من نادي الأهلي لكن لازم أعرف رأيه الكابتن أحمد حسان ميدو وهو محمود علاء عاز يعرف رأيه إحنا إحنا يعني بنأجل الكلام في القصة دي لغاية نحية محمود لعيب قائد اتطور بشكل كبير جدا صاحب شخصية قوية لعيب منتخبات احنا بنقول ان كل العيب ليه تمنه مفيش العيب مالوش تمن لو جالنا العيب عرض المناسب بعد نهاية الموسم هنفكر لكن مش هنقف يعني في طريقه وفي طريق مستقبله ودايما احنا بنقدر نجهز البديل ده كلام أحمد حسان ميدو وهو مدير فن الوادي دي جلا لما سئل محمود علاء المدافع اللي عندك عنده عروض لأ ما عندوش بنركز وما فيش كلام إلا في نهاية الموسم هل الكلام كان في نهاية الموسم ولا الكلام اللي تدخل به أو اللي قاله أحمد حسان ميدو بنفسه واحكي لكم قصتي مع محمود علاء ومع ماجد سامي ومع وازاي ان محمود علاء راح نادي الزمالي وخصة ممكن بحكيها لأول مرة ماجد سامي كلمني قاله أميدو احنا وصلنا لاتفاق مع النادي الأهلي إن الأهلي هيدفع تسعة مليون جنيه في محمود علاء وخلاص يا ميدو احنا هنكمل الدولة من غير محمود علاء طبعاً ها كنت تعرف إن محمود علاء لعيب مهم جداً ليا وللأهلي لو راح للأهلي لكن أكيد طبعاً أنا كنت أتمنى إنه يروح الزمالك قلت له طبعاً ماجد لو جبت لك عرضة أفضل من الزمالك هتوافق إن هو يروح ولا لأ فقالي طبعاً لو فيه رقم ماجد بس لازم يبقى فرق كبير يعني ما ينفعش إن هو يبقى فرق اللي بصراحة هميده لو فرق تسعة وعشرة وبتاع لا أنا عايز تناشر فقلت له إنه جبت لك تناشر من الزمالك هتخلص قال لي آه خلص بس اللعيب عايز يروح الأهلي المهمة مسهلة مهمة صعبة وأنا محمود يعني أخويا الصغير وأعرفوا كويس مهم كلمنا الناس كلمت المستشار مقتدى منصور بسعة المستشار في لعيب عندي اسمه محمود علاء لو راح الأهلي ييفوأ الدفنس بتاعهم العشر سيند جاين قال لي آآ قال لي مين طب حمود علاء طب حمود علاء لو راح الأهلي ييفوأ دفنس الأهلي أهو ده العيب اللي هما محتاجينه مسشار مقتدى يعني ايه بيسق فيه يعني عارف إن أنا ماليش أي مصلحة جوانات زمالك للمصلحة الزمالك فانا عارف ان انا كده كده خسران اللعيب انا خلاص خسرته فاخسروا الزمالك احسن ما اخسروا الاهلي يعني بالنسبة لي يعني بصراحة المستشار المرتضى منصور قال لي بقولك يا اميدو الفلوس بخرة هتبقى جهزة كلمت ماجد طول ماجد الاثنشر مليون جهزين خلاص بتاع ماجد طبعا قال لي تمام خلاص الموضوع مع الزمالك يعني فيش مشكلة فابتديت ان انا اجيد محمود علاق عندي دور محمود علاق يعني فيه اتفاق بينه وبين الاهلي كلمت مع محمود وابتديت اقنع محمود ومحمود يونيها بنليل ماشي من مواسكر الان السخنة راح لمسؤول الزمالك تاني يوم مسؤولي ودي دجلة راحوا اخذوا الفلوس بتاعت من الزمالك وانتقل محمود علاق للزمالك